باسمه تعالى جلسة الاعتيادية رقم 44 لمجلس الوزراء الثلاثاء الموافق 31 تشرين الأول عام 2023 ومن ضمن توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء خلال جلسة اليوم لجميع الوزارات بإسناد مفوضية الانتخابات للقيام بمهامها على أكمل وجه لإقامة انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المحدد يوم 18 من كانون الأول المقبل إذ وجه سيادته بالتالي أولاً إصدار إعمام لكل الوزارات وجهات غير المرتبطة بوزارة بتفريق موظف الاقتراع ساعتين يومياً وتحديداً ممن ظهرت أسماءهم من أجل تدريبهم على آليات الاقتراع ضمن دورات تدريبية والتعاون في الإسراع بتسليم البطاقة البايومترية ثانياً قيام وزارتي الداخلية والدفاع وباقي التشكيلات الأمنية بإعادة تسليم بطاقات المنتسبين سريعاً ليتسنى لهم المشاركة في الاقتراع الخاص ثالثاً توجيه وزارة التربية بحسم المدارس التي حددتها مفوضية الانتخابات لتكون مراكز انتخابية وإيقاف أعمال الترميم فيها رابعاً توجيه وزارة التجارة وكل الوزارات الأخرى التي تتوفر فيها قاعات أو بنايات تصلح لتكون مخازن لصناديق الاقتراع بالتعاون مع المفوضية بهذا الشأن وقرر مجلس الوزراء ما يأتي واحد تأجير الملاعب التابع لوزارة الشباب والرياضة إلى الأندية المشاركة بدور المحترفين ملعب واحد لكل ناديين كحد أقصى مقابل بدل إيجار على أن تتحمل الأندية تأهيل المرافق الخاصة بالملاعب من المبالغ المخصصة لها بحسب الفقرة اتلاث إلى أليف المبينة في أدنى من خلال التنسيق مع اللجنة الخاصة بتفعيل آليات الصرف المكونة من لالقاء والرابط والنادي التي من مهامها تقديم الإحتياجات الحقيقية وإعطاء الرأي النهائي بذلك اثنياً تعديل الفقرة الثامنة من قرار مجلس الوزراء المرقم 289 لسنة 2017 المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2021 لتصبح بحسب الآتي تحديد الدعم السنوي للأندي المشاركة بدور المحترفين العراقي لكرة القدم بمبلغ أربع مليارات دينار فقط بدلاً من اثنياً مليار دينار فقط وللأندي المؤسساتية الزوراء والقوة الجوية والطلبة والشرطة والحدود والكرخ والكهرباء والميناء والنفط ونفط الوسط ثلاثة يخصص النادي مبلغ مليار دينار فقط من التخصيص المذكور بالفقرة اثنياً لتأهيل وتطوير البنى التحتية والملاكات العاملة في النادي وبحسب الآتي أليف ثمانمية وخمسين مليون دينار فقط لتطوير البنى التحتية الملاعب والمباني بما يتوافق مع معايير لا لقاء باء مية وخمسين مليون دينار فقط لتطوير الملاكات العاملة الإدارية والمالية والقانونية والتسويقية والفنية والإعلامية والبرامج أربعة التأكيد على تفعيل الفقرة سابعاً من قرار مجلس الوزراء المرقم ميتين وتسعة وثمانين لسنة ألفين وسبع عشر على أن تكون هي المرة الأخيرة التي تسدد فيها الديون خمسة تلتزم الوزارات أو الشركات الداعمة للأندية بتقديم خطاب الضمان البنكي بنسبة خمسين بالمية لتزديد مستحقات اللاعبين والمدربين أحد المتطلبات الضرورية في منح الترخيص للمشاركة في دور المحترفين ستة خضوع الأموال المصروفة إلى رقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي سبعة يكون التخصيص للأندية التابعة للوزارات من الشركات الرابحة في الوزارة أو المؤسسة وتقسم بين الشركات قسمة غرماء حسب حجم أرباحها أو من الصناديق التابعة للوزارة على سبيل المثال للحصر صندوق التعليم العالي وصندوق التربية أو من مبالغ الجباية التي تنفذها الوزارة على أن تبلغ وزارة المالية بذلك لغرض التأشير أو من تخصيصاتها وأقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للتنمية البشرية المرقم 23 ألف وخمسة وعشرين لسنة ألفين وثلاثة وعشرين بحسب الآتي إقرار الستراتيجية الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر في العراق للأعوام ألفين وثلاثة وعشرين إلى ألفين وستة وعشرين والخطة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر لعام ألفين وثلاثة وعشرين مع مراعاة الملحوظات المثبتة بشأن الستراتيجية الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر والملحوظات الواردة في الخطة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر المرفقة ورأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وفي التعديلات القانونية أقر مجلس الوزراء التوصية إلى مجلس النواب بشأن تعديل مشروع قانون تعديل قانون العقوبات رقم مية ودعش لسنة ألف وتسعمية وتسعة وستين الذي أقره مجلس الوزراء بموجب قراره ثلاثة وعشرين ألف وثلاثمية وخمسة وخمسين لسنة ألفين وثلاثة وعشرين بإضافة بند جديد إلى المشروع بحسب الآتي تنقض الدعوة الجزائية نهائيا بناء على تنازل المجني عليه عن شكواه قبل صدور حكم نهائي في الدعوة ويتوقف تنفيذ الحكم إذا حصل التنازل بعد صدور الحكم وأقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للتنمية البشرية المرقم ثلاثة وعشرين ألف وأربعة وعشرين لسنة ألفين وثلاثة وعشرين بشأن مشروع المراكز البحثية الطبية في جامعة الموصل بحسب الآتي واحد تعديل الفقرة الأولى من قرار مجلس الوزراء المرقم ميتين واثنين وثمانين لسنة ألفين وواحد وعشرين بأن تكون المراكز البحثية الطبية في جامعة الموصل تعليمية استشارية وعلاجية خدمية اثنياً اعداد مشروع قانون أو نظام يعالج موضوع تأسيس المراكز البحثية الطبية وعملها وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون التعديل الأول لقانون المدن الصناعية رقم اثنياً لسنة ألفين وتسعة عشر وفق كتاب وزارة الصناعة والمعادن المؤرخ في اثنياً آب ألفين وثلاثة وعشرين مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الأمانة العامة لمجلس الوزراء وإرسال مشروع القانون المذكور آنفاً بصيغته المعدل النهائي إلى مجلس الدولة لتدقيقه أصولياً ثم إعادته إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإحالته مباشرة إلى مجلس النواب استناداً إلى أحكام الدستور كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون تنظيم حقوق ضحايا مستشفى ابن الخطيب وضحايا مركز النقاء وضحايا حادثة الحمدانية وإحالته إلى مجلس النواب استناداً إلى أحكام الدستور وقرر مجلس الوزراء في جلسته اليوم حزمةً من القرارات والإجراءات التنفيذية بما يخص الدفع الألكتروني ونقاط البيع الألكترونية point of sale الذي تبنته الحكومة ضمن منهاجها الوزاري في محور الإصلاحات الاقتصادية والمالية قرر مجلس الوزراء الموافقة على إعادة فتح سفارة مملكة ماليزيا في جمهورية العراق استناداً إلى أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 وأحكام قانون الخدمة الخارجية رقم 45 لسنة 2008 علماً إن لدى العراق تمثيلاً مقيماً على مستوى سفارة في العاصمة الماليزية كوالا لانبور شكراً